اشهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس بجهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية ويمثل الدعم الملكي السامي لقوة الدفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية دافعا لبذل المزيد في سبيل حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته اعتزاز ملكي دائم بالجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وكعرض جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجمل خطاباته كان في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس نصيب للقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي لم ولن ينسى فضلها كل مواطن بحريني ولا يسعنا هنا الا ان نقص بكثير من التقدير والاعتزاز الجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته ومن منطلق فخر واعتزاز جلالة الملك المفدى القائد الاعلى بالجهود التي تطلع بها القوات بكافة مكوناتها نستعرض غيظا من فيض الانجازات والتحديات التي كانت ولا تزال قواتنا الباسلة جزءا أصيلا ومساهما فيها ولعل أبرزها مشاركة قوة دفاع البحرين في عملتي عصفة الحزم وإعادة الأمل بجانب الأشقاء وبقيادة المملكة العربية السعودية دعما للشرعية في اليمن الشقيق كما كان لسلاح الجو الملكي البحريني دور مساهم في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وهو الدور المنطلق من الواجب الإنساني والأخلاقي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتسهم كافة القوات أيضا سواء قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية في حماية وطننا الغالي ليلا ونهارا في كل الظروف لأنعم بالأمن وليؤمن بر البحرين وبحرها بعيون رجال البحرين الأشاوس وكان إقدام المؤسسات العسكرية في مملكة البحرين على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها مبعث الفخر والاعتزاز الذي أشاد به جلالة الملك المفدة القائد الآلا حفظه الله ورعاه وفي هذا السياق يبرز الدور المهم للإنتاج والتصنيع الحربي نعرب لمؤسساتنا العسكرية عن بالق سرورنا ومباركتنا لإقدامهم على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها انسجاما مع ما تشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة وبما أن التصنيع الحربي وتوطين عملياته أمر دائم لاستقرار المنطقة جائزة ناصر بن حامد للإبتكار العسكري الخاصة بمنسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية دائما رئيسيا لهذا التوجه وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتعزيز ونشر ثقافة الابتكار لدى منسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وتبني أفكار الموهبين والمتميزين بالإضافة إلى أن المشاركة تكون في الابتكار للعمليات الميدانية والتدريب والمناورة وتطويرها عسكريا وأمنيا وكذلك لأي فكرة تشكل ابتكارا أو منتجا جديدا أو تطويرا وتعديدا لمنتج كما أن المجالات في هذه الجائزة مفتوحة سواء كانت عملية أو طبية أو هندلسية أو فنية أو إدارية أو أي ابتكار في أي مجال يخدم القطاع العسكري والأمني وتبقى هذه الجهود التي تبذلها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية باعثا على الفخر والاعتزاز ما حين ويبقى الدعم الملكي السامي لهذه المنظومة محققا دائما للتطلعات المنشودة